تبكير الانتخابات أو تأجيلها لا يغير من طبيعة العملية السياسية وأركانها طالما أنها تجري في دائرة ضيقة رسمتها الأحزاب وألزمت على الداخل إليها أن يتصف بالفساد وينال الرضا الأمريكي والإيراني هذه ليست نظرية وإنما حقيقة ثابتة يدركها كل عراقي استوعب المشهد وأدرك تفاصيله خلال تجربة امتدت لأكثر من 17 عاما حتى جسدت هذا الوعي السياسي بحقيقة الأمور المقاطعة الشعبية الكبيرة لانتخابات عام 2018 وقالت للكتل والأحزاب هذا فراق نهائي بيننا وبينكم فعلى ما يعتمد الكاظمي في تبكير موعد الانتخابات القادمة ولأي غرض يريد ذلك وهل في هذه الخطوة شيء أكبر من الاستعراض والإيهام بالتغيير والهروب من الأزمات التي حمل وزرها خلفا لمن سبقوه كما أشارت إلى ذلك عدة وكالات وصحف أجنبية كالمونيتور وبلومبرغ استعراض بسيط للعلاقة المتينة بين سلطة السلاح وسلطة السياسة في العراق يكشف أن الانتخابات حتى لو افترض شرط وجود مفوضية انتخابات نزيهة لن تأتي بالتغيير المنشود الذي يطمح إليه العراقيون كل الكتل دون استثناء مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بميليشيات هي من تقرر مصير الدولة وترسم خطها السياسية النافذة على الحكومات رؤساء ووزراء فمن سيجرؤ على الترشح إن لم يكن له سند ميليشيوي أو عصبة حزبية يحتمي بها وإمعانا في السخرية الكاظمي الذي لم يستطع أن يحتفظ بمعتقل عناصر ميليشي حزب الله أكثر من عدة ساعات كيف له أن يأتي بانتخابات لا تتثق مع هوا الميليشيات وشروطها انتخابات مبكرة والناخب العراقي يشيع كل يوم شهداء يقتلهم رصاص الحكومة والميليشيات انتخابات مبكرة والناخب العراقي في مدن تفتك بها الأوبئة والفقر وتعاني من تهالك البنى التحتية انتخابات مبكرة والناخب العراقي مضطر لأن يختار أحدا ممن تسببوا بمأساته المتعددة الأشكال